والغلاء الفاحش والفساد الغير محدود تكلم عنه ناس مسؤولين في الدولة وتكلم عنه ناس مسؤولين في الحركة الإسلامية السودانية الناس لا يطلعوا القول على عواهنه وكلمة مقدرة زي البروفيسور الضيب زين العبدين قال أن الفساد الحاصل في السودان والتي ارتكبت هذه الحكومة غير مسبوق في تاريخ السودان وقال عبارة أن هؤلاء الناس يعني الحكام قال يأكلون ناقط الله وسغياها هذه العبارة الاستخدمات وكبار الإسلاميين زي واحد اسمه عبدالله عقوب قال في حوار مع الصحافة قبل أيام ما ناجهنا قال في الحقيقة الحركة الإسلامية في السودان استغفلت الشعب السوداني وأن ساقته قسرا إلى الجوامع والمساجد وزهبت وحتكرت السوق وقال الفساد الحاصل فساد غير مسبوق هذا بالإضافة للفشل الذريع الآلت له لكن أين هذه المطلحة؟ ترجمة نانسي قنقر